السلام عليكم حياكم الله في مراجعات طارق تيكس اليوم يعني أنا ودي أعطي تنبيه قبل ما أبدأ هذا الفيديو عندي هاتفين Honor Magic V2 والهاتف الثاني Samsung Galaxy S24 Ultra طبعا الموضوع زي ما قلت في البداية ما رح يكون مراجعة أبدا هو فقط باختصار أني أساعدك على اتخاذ قرار الشراء هل أنا يفيدني هاتف قابل للطي مثل اللي نشوفه Honor هل الشاشة الداخلية مثلا رح تغنيني عن بعض الهواتف بالإضافة إلى الشاشة الخارجية أو أنا أحتاج هاتف هاتف اعتيادي زي اللي احنا نشوفه في كل الهواتف الأخرى خلونا نبدأ في مراجعتنا أو في هذا الفيديو اللي رح يتحدث ويعطيك نبذة عن استخدام هذه الهاتفين حياكم الله ويلا نبدأ في هذه المراجعة أو في المساعدة على اتخاذ القرار في البداية خلونا نعرف بعض المواصفات البسيطة طبعا الهواتف القابلة للطي غالبا ما تجي الشاشة الرئيسية فيها نحيفة يعني شوي مستطيلة بينما الهواتف الاعتيادية أو الكاملة مثل السامسونج طبعا هذا الشاشة حجمها 6.8 بوصة بينما الأونر 6.4 بوصة ما في اختلاف كبير أبدا بينهم إلا أنه يجي نحيف لكن في المقابل لما نفتح على الشاشة الداخلية فهي تقريبا 7.9 من البوصة كأنك ماسك تابلت معك طبعا في أشخاص يفضلون هذا الموضوع وفي أشخاص آخرين يعني يقول لك أنا تكفيني شاشة عادية نحاول نفتح مقطع فيديو يلا شوفوها مع بعض المقطعين كذا أنت جالس تشوف شاشة صغيرة وهنا شاشة أكبر على حجم الشاشة بالكامل في فرق أعتقد يعني أمامكم واضح أنه في فرق طيب لو شفناها من الشاشة الخارجية نرجع ثاني مرة نشوف من الشاشات الخارجية هنا يعني أخذنا لمحة بسيطة عن شكل الشاشة حجم الأبعاد في نفس الشاشة نجي الآن طبعا أنا ليش اخترت Honor Magic V2 والSamsung Galaxy S24 Ultra أنه هذه الهاتفين أعتقد أنها يعني مجرد رأي شخصي أنها هي هواتف هذه السنة 2024 السيادة 2024 من الهواتف فعلا هذه الهواتف جدا رائعة طيب الميزة في الهاتفين هنا أنه النحف في Honor مثلا يعني لو نفتحها شوفوا كيف النحف فيه مقارنة مع هواتف أخرى شوفوا كيف النحف مقارنة مع هاتف آخر أعتقد هنا واضحة جدا كيف النحف في الهاتف من ناحية الكاميرات طبعا كان فيه اختلافات بسيطة من التصوير عندنا طبعا الـ Honor وبطلع لكم بعض الصور بطلع لكم بعض الصور لـ Honor هنا وبعض الصور لـ Samsung Galaxy S24 Ultra طبعا الـ Honor تفوق في الصور الطبيعية اللي بدون زوم وكذا لكن إذا سوينا زوم يظهر بعض الاختلافات أو تقل الدقة بينما طبعا معروف عن السامسونج Galaxy S24 Ultra يعني التحديات اللي هو يتخطاها من ناحية الزوم خصوصا الزوم اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في التوضيح وإضافة الجودة على الصور نجي لبعض الاستخدامات مثل لو فتحنا ملف وورد كيف بيكون شكله على هاتف قابل للطي وكيف لو فتحنا نفس الملف على هاتف آخر الآن نجي لو فتحنا ملف وورد خصوصا هذا يهم رواد ورائدات الأعمال أو اللي في قطاع الأعمال أو حتى الموظفين خصوصا في الملفات في التحرير على سبيل المثال لو قلنا عندنا هنا مثلا الورد خلونا نفتح ملف الورد هذا نفس الملف فتحناه على الأونر ماجيك فيتو وعلى السامسونج جالكسي اس 24 ألترا لاحظوا كيف قائمة الخيارات مثل قائمة على سبيل المثال عندنا نوع الخط الألوان انسيرت درو الرسم وإدخال الصور وغيرها بينما في الاس 24 ألترا جاي القائمة تحت وهو اللي يسمونه شكل أو واجهة مستخدم الهاتف أو الUI الخاص فيها طبعا اللي بالداخل لو تلاحظون حط لكم صورة كيف شكل الملف عشان لو نزلت تحت ما تستغرب جاية مرتبة فعلا بالأونر بينما في الاس 24 يعني لو نسحب على فوق شوفوا كيف الصور مباثرة رايحة ما رتبها كويس فما رح تعرف ترسل الملف أو أنك تعدل عليه طب لو حطيناه بالعرض هل بيكون فيه اختلاف بشكل الرسالة أتوقع نفس الشي هذا هو الملف أمامكم يعني سواء بالطول أو بالعرض نجي هنا شوفوا شكل الملف بالطول أو بالعرض ما تفرق معه ما أدري وشو مسوين هم مع شركة مايكروسوفت لكن هذا هو الملف شوفوا مرتب كامل سواء بترسل نشرة بريدية سيرة ذاتية ملف خصوصا الملفات اللي يكون بداخلها صور محطوطة في أماكن محددة بنفس ملف الورد نجي الحين نستخدم واحد من ملفات الأكسل وهذا نفس ملف الأكسل موجود على الأونر وعلى الألترا من غالكسي يعني أعتقد أنه واضحة طبعا ما هي ما يعتبر مستحيلة لكن لتسهيل العمل ممكن أن يعتبر هاتف قابل للطي يتفوق في هذا المجال نظر أن نطلع لنا أغلب الجداول نطلع لنا المصفوفات بالكامل يعني بس على قولتهم لفة بسيطة عشان تشوف الملف كامل بينما في الهواتف ذات الشاشة العادية لاحظوا كيف بس بنفس الوقت أنت بتوصل يعني النتيجة اللي أنت تبغاها ما نقول مستحيلة أبدا وأرجع أكرر أنه الموضوع ما هو يعني مقارنة هو فقط يوري كيف بتكون تجربتك وأرجع أقول أنه الموضوع ما هو مقارنة أبدا هو إيش الأنسب لاستخدامك إذا أنت تبغى للترفي تشوف الشاشة الصغيرة مناسبة لك أو الشاشة المتوسطة أو الشاشة الكبيرة الشاشة القابلة للطي أنت الاختيار عندك يعني فقط المراجعة هذه مساعدة لك على اتخاذ قرار الشراء لكن القرار يرجع عندك في النهاية وطبعا اختلاف الاستخدام ما بين مستخدم وآخر يعني هذا الموضوع عندك أنت تبغاه للأعمال تبغاه للترفيه تبغاه للألعاب حتى في الألعاب رح أوريكم كيف رح تكون شاشته وللتصوير البطارية على فكرة ترى في البطارية ما في اختلاف نهائي عندنا كل الهاتفين هنا 5000 ميلي إمبير المعالجات والرامات توصل 12 أو 16 جيجا بايت يعني الموضوع متوازن من ناحية العتاد خصوصا حتى المعالج المعالج في كل الهاتفين سناب دراجون 8 هنا جين 2 هنا جين 3 لكن يعني تعتبر أغلب المواصفات متشابهة من ناحية العتاد البطارية الرام مساحة التخزين الخدمات اللي موجودة كلها تدعم خدمات جوجل بالكامل كلها عليها دعم لسنوات عديدة من التحديثات الآمنة آخر شيء نجي لتجربة اللعب خلونا نشوف لعبة الفورتنايت على ال S20 4 Ultra طبعا ما هو مقارنة بالأداء احنا نبغاكم تركزون فقط في حجم وأبعاد الشاشة كيف راح تكون واضحة لكم عندنا الشاشة الصغيرة يعني في بعض الأشخاص يقول لا هذه أسهل لي خصوصا لو كنت أنا في انتظار أو استراحة بينما أنه بعض الأشخاص يقول لا شاشة كبيرة ما أقدر استخدمها في كل أو في الطالعة والنازلة والعكس ممكن فيه أشخاص يقول لا أنا أفضل إذا طلعت استخدمها لأنها شاشة أوضح وأكبر ولا أحبذ الشاشات الصغيرة لأنه يعني ما تخليك تشوف التفاصيل ما تخليك يعني تستمتع في اللعب كل شخص عنده أراءة الخاصة فيه نرجح ثاني مرة ونقول أنه موضوع ما هو مقارنة موضوع فقط اختيارك إيش أنت تفضل واللي يحكم كل هذه الأمور ودائما أعيد وكرر أنا ما أعطي توصية على هاتف أنا أعطي توصية على حسب استخدامك إذا أنت أو أنت في قطاع الأعمال لكم هواتف خاصة فيكم إذا تحبون تصوير لكم هواتف خاصة فيكم إذا في اللعب في مشاهدة الأفلام وغيرة كل شخص بحسب استخداماته وصلت هنا في ختام هذا التقرير اللي تحدثنا فيه عن كيفية الاستخدام تجربة المستخدم واجهة المستخدم المميزات الخارجية طرق الاستخدام الفرق بين الشاشة العادية واللي اعتدنا عليها وما بين الشاشة القابلة للطي انتظروا إن شاء الله مراجعات قادما لا تنسوا تضغطون زر الاشتراك والإعجاب إذا عجبكم المقطع وشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم وألتقيكم في مقاطع أخرى وفي أمان الله